أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التقدم للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علم علوم والشهادة الثانوية الأزهرية علم علوم أيضاً للأعوام من 2019 حتى 2022 للذكور وعامي 2021 للإناث وبحد عام 2022 أدنى 60% على ألا تقل نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية عن 65% أتقدم للقطاع الطبي في مصر أطباء وأطوم تمريد كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم وكل الشكر مصر عليها العين وولدها الغالين من يومهم وقفين لللي بيعادي مصر هنا بلد الجدعان وما فيش مننا جبان في الشدة بيبان من اللي بيحب مصر هنا مصر اللي عشناها إباها هنا مصر أحلى بلالي الدنيا هي أبلادي هنا مصر منظومة طبية متكاملة بوزارة الداخلية تتسم بالتطور والتميز من خلال الكفاءة العالية للكوادر الصحية والتجهيزات التقانية المتطورة المزودة بها والصروح الطبية المنشأة على أحدث الترز المعمارية هنا ما بنعرفش الخوف متحدة في أي ظروف ونضحض عمرنا عادي واللي عادي بلد ما يشوف هنا مصر اللي عشناها إباها هنا مصر وفي إطار التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الداخلية أنشأت الوزارة المعهد الفني الصحي الشرطي بمدينة نصر وآخر بالإسكندرية لإعداد أفراد شرطة فنيين ومتخصصين قادرين على تقديم خدمة صحية أفضل بخاصة في مجالي التمريد والطوارئ والرعاية العاجلة وفي هذا السياق أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التقدم للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعلوم والشهادة الثانوية الأزهرية علمي للأعوام من 2019 حتى 2022 للذكور وعامي 2021 و2022 للإناس بحد أدنى 60% على ألا تقل نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية عن 65% مدة الدراسة بالمعاهد عامان يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويعين بدرجة معاون أمن ثالث يترقى بعدها في الدرجات المختلفة الطالب يقضي سلاسة أشهر تدريب أساسي بالمعاهد بنظام الإقامة وباقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي يتم سحب كراسات الالتحاق اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 أغسطس حتى الخميس الموافق الثامن من ستمبر بمستشفيات الشرطة بمدينة نصر وطنطا والإسكندرية وأسيوت على أن يتم استلام الكراسات عقب استفائها اعتبارا من سلساء الموافق 9 أغسطس حتى الأحد 11 سبتمبر بمقر المعهد الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر